بعد أول تسجيل يا أستاذ علي نعم هل فوضك أحد من أجل عدم الاستمرار بنشر التسجيلات الناس تريد أن تعرف يعني عندما قدمنا لهذا اللقاء هناك الكثير من المعلومات الناس تحتاج أن تعرفها الآن صح بعد التسجيل الأول اتصل بي شخص من دولة القانون أو عفوا من الإطار التنسيقي وتحدث أنه إحنا ممكن نوصل إلى مساومة أو إحنا بس تتوقف التسجيل الأول أو الثاني أعتقد الثاني ونتمنى من عندك تتوقف وإحنا بالنتيجة نوصل إلى حل حل يرضي جميع الأطراف أنت ما راح تستفاد شيء وهذا نور المالكي هذا قائد العراق وهذا ما راح يهزه تسريب قلت له طيب إذا ما يهزه تسريب ليش متصل يعني خلاص قال هذا التسريب مفابرك بعد التسجيل الثالث تواصلوا مع وسيط من لندن أرضوا أول مرة مليونين دولار أنه نعطيك مليونين دولار ووقف وإذا تحب نعطيك ثلاث ملايين دولار ولكن أنت تنزل تغريدة وتعترف أن هذا التسجيل هو مفابرك يعني مليونين دولار أستاذ علي مليونين دولار مليونين دولار وثلاث ملايين دولار ثلاث ملايين لا هي مليونين دولار أوقف بس إذا أنزل تغريدة وأقول أنه التسجيل مفابرك يحضوني مليون دولار زيادة يعني يصير المجموعة ثلاثة مليون دولار عن طريق وسيط موجود في لندن وأكيد هذا السجاد يتابع الحلقة ومع ذلك رفضتها من بعد ما إيجاني أنا كنتم أجل أنزل التسريب الرابع لبعد يومين أنا تعرف لعبت بمسألة الوقت إنه ما أنزل يوميا من إيجاني هذا الشخص الوسيط أنا بنفس اليوم نزلت التسريب الرابع حتى قطعت الأمل نهائيا إنه ما عندي تفاوض أبدا هذا الشخص مجرم لازم الشعب العراقي يسمع بلسانة إنه هذا الشخص هو مجرم